فج كيك او كيكة الفج عاملين هولكو بطريقتين تحفة زي من شايفين هنعملها بالشوكولاتة البيضة وهنعملها بالدرك شوكولات او بالكاكاو وهتطلع تحفة زي من شايفين مهمة جدا للكيك ديزاين خمس بيضات اول حاجة نحط عليهم زرة ملح مهم جدا الملح بعد كده بجيب متين جرام مية بتغلي لازم تكون بتغلي حط عليها تسعين جرام شوكولاتة بيضة وقلبهم زي الجناش بعد كده هحط تلتمية وعشرة جرام سكر على البيض ويحداشر جرام بيكنج بودر ويحداشر جرام بيكنج سودة لازم اللي اتنين مع بعض على متين وخمسين جرام دقيق وانزل الزيت بتاعي على المكونات متين جرام زيت الموضوع بسيط جدا اقول لكم حاجة ممكن نحط كل المكونات كل لها مع بعض في محضر الطعام مع عادة الجناش او المية السخنة اللي هنعملها بعد كده في الشوكولاتة وبعد كده نسيبها خمس زي وبعدين ننزل لازم تكون المية سخنة وبعدين ننزلها عليهم الموضوع بسيط جدا فانا عملت الطريقة دي والطريقة اللي احنا نحط السوايل تضرب شوية وبعدين ننزل الدقيق وبعد كده ننزل الحليب اللي فيه الجناش او الشوكولاتة البيضاء بعد كده بجيب المكونات يدوبك 3 دقايق تاني انا عاوز كله متجانس و مهم جدا اجيب الفورمة بتاعتي المقاس ده مقاس اربعة وعشرين سنتي بلفه البلاستيك اللي هو موجود ما بيتحرقش بالفورمة عشان بيجيلي السؤال ده كتير قوي الشرينك او البلاستيك الغذائي ما بيتحرقش عادي جدا وهعمل واحد تاني بورقة الزبدة يعني تقدر تشتغل بدا وتقدر تشتغل بدا مية وتمانين درجة مقوية بياخد خمسين دقيقة ويطلع احلى فاج كيك زي ما انت شفت في قول الفيديو تعالوا نعمل الفاج الشوكولاتة نفس المقادير خمس بضوط زرة ملح تلتمية وعشرة جرام سكر حداشر جرام بيكينج بودر حداشر جرام بيكينج بسودا تمانين جرام كاكاو غامي ميتين جرام زيت ميتين وخمسين جرام دقيق بس ياسي تمانين جرام كاكاو كل المكونات مع بعض او بالتدريج الموضوع واحد اهم حاجة المية السخنة او الجناشر السخنة يكون اخر حاجة دي اهم حاجة طيب الناس بتوع الكوباية والمعلقة هكتبلكو بالكوباية والمعلقة او انت على جوجل هي المقدير محفوظة كوباية السكر ميتين جرام كوباية الدي مية واربعين جرام يعني المفروض انتو حفزتو الحاجات دي كلها لكن بالجرام او بالميزان بيطلع شغلك مزبوط مليون في المية حطينا البيض والسكر والفانيلا طبعا الفانيلا دي مش محتاج الكلام اي حاجة فيها بيض لازم تحط بانيلا بعد كده هضيف المواد الجفة طبعا اي حاجة فيها ككاو دقيق لازم انخلهم لكن انا هعملهم في محضرة الطعام او في الخلاط فهي كلها هتشترك مع بعض لكن لو انا هعملها سبونش عادي سبونش كيك هيطلع في منطقة الجمال على فكرة فيه الف واحدة ست بعتت لي ما اعملنا الكيكة الاسفنجية هي مفهاش زيت هي مفهاش سمنة هي مفهاش مش عارف ايه الكيكة الاسفنجية غير الكيكة العادية ففيه امهاتنا واخواتنا كتير الافات والله ما يعرفوش الفرق ففيه الكيكة الاسفنجية اللي بنعمل منها الكيكس زي البلاك فورست دي اسمها الكيكة الاسفنجية اللي بيتحط لها لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ياريت امهاتنا اللي ما يعرفوش ياريت تعرفوه ادي ورقة الامونيوم عليها ورقة زبدة وهالفها زي ما انتو عارفين وقفلت الطوق بتاعي مقاس 24 سنتي بعد كده اول ما الخليط بتاعي يبقى جاهز هنزل بيه كله على بعضه ونزله زي ما انتو شايفين جوه الطوق بتاعي نقدر اشتغل بالطوق ده بطوق سيليكون دراحتك نزل كل المكونات لازم الفرن تكون سخنة على الاقل على الاقل عشر دقايق قبل ما بخبس اهزاك وايس 180 درجة بتاخد 50 دقيقة بدون كلام يطلع احلى فرج في الدنيا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لي امي وابي بالرحمة من قلبك ياريت تشوفوا الثمانين نوع كيك اللي مش موجودين في اي قناة في العالم او مية وسبعين نوع شوكولاتة بومبون برالين عشان تاخدهم كورس هتدفعلك الاف الدولارات كل ده مجانا ياريت نشوف بقية الفيديوهات لان في ناس عاوزة تشوف فيديو واحد في تتعلم في كل حاجة من فضلك ادخل انا اعمل لك قوائم قايمة السكر قايمة الشوكولاتة قايمة الجلوتين فري قايمة الكيتو خش تعلم ودعي لي